أهلا بكم من بين الضرائب السنوية التي يدفعها الفرنسيون ضريبة يطلق عليها المساهمة في الأعلام السمعي والبصري واصطلح على تسميتها شعبيا ضريبة التلفزيون إرادات الدولة من ضريبة التلفزيون تقارب ثلاثة مليارات يورو سنويا والمستفيد منها هو المؤسسات الإعلامية الحكومية أي مجموعة فرانس تلفزيون وتشمل نحو سبع قنوات تلفزيونية محلية ومجموعة فرانس ميدياموند للأعلام الخارجي وتضم قناة فرانس 24 وإذاعتين موتكارلو وRFE إذاعة راديو فرانس ومحطتين TV5 وRT ومؤسسة ENA المعنية بإدارة الأرشيف السمعي والبصري إضافة إلى آلية دفع الضرائب لتمويل الأعلام الحكومي يدخل رجال الأعمال وأصحاب المليارات بقوة على خط تمويل وسائل الأعلام الفرنسية من استيلاء بيرنار أرنو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويز بيتون على صحيفة Le Parisien إلى استحواذ رجل الأعمال الفرنسي الملياردير Vincent Bolloré على Canal Plus و Europe 1 و Paris Match و Le Journal de Dimanche الملياردير من أصل مغربي باتريك دراهي اهتم كذلك بالأعلام وبات يملك قناة BFM الإخبارية وصحيفة Libération ومجلة الإكسبرس كما يعد الملياردير الفرنسي جزافيانيل أحد مالكي صحيفة Le Monde الفرنسية الشهيرة كل هذه الاستحواذات في السنوات الأخيرة أثرت في حرية الصحافة وتعدديتها وفي الوقت نفسه على حق المواطنين في المعرفة وبعدما قدمها عدد قليل من المليارديرات أبرمت الصحف الوطنية والإقليمية الرئيسية في فرنسا اتفاقيات سرية مع جوجل وفيسبوك ما جعل المنصتين لاعبين رئيسيين في الصحافة وهو أمر محفوف بالمخاطر على جودة المعلومات والاستقلالية اشتركوا في القناة